معنا مباشرة من ديالة مرسلنا علي العنبكي مرحبا بك علي يعني اليوم صدر أمر ولائه بوقف إجراءات إقالة رئيس مجلس ديالة عمر الكروي ما أصدأ هذا القرار سياسيا داخل المحافظة نعم علي نعم الآن محافظة ديالة ربما فيها رئيسين لمجلس المحافظة لأن سيد عمر الكروي بعد قرار إيقاف إقالته من قبل القضاء باشر بمهامه رئيسا لمجلس محافظة ديالة لكن في نفس الوقت الرئيس الثاني المنتخب نزار لهبي ما زال يمارس مهامه في رئاسة مجلس المحافظة وتابعنا ذلك عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي كلا الرئيسين ينشران بصفة رئيس مجلس محافظة ديالة الأوضاع السياسية في محافظة ديالة قد تكون متأزمة جدا في الوقت الحالي لأن هناك صراع كبير على منصب رئيس المجلس خاصة بعد إقالة عمر الكروي خلال الأيام الماضية يوم تسعة وعشرين عشرة بجلسة عقدة خلال دقائق بلا استجواب وهذا هو السبب الرئيس الذي دفع القضاء إلى القبول الدعوة التي تقدم بها عمر الكروي وقرر إصدار أمر ولائي بإيقاف قرار جلسة مجلس المحافظة وقرار تسعة عشر وقرار عشرين الخاص بهذه الجلسة الخاصة بإقالة عمر الكروي لأن القانون وفق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ينص على أنه رئيس مجلس محافظة ديالة أو رئيس مجلس المحافظة في أي محافظة يقال لأسباب معينة بضمنها وبأسلوب أو بمراحل محددة بضمنها تحديد جلسة للاستجواب وإرسال الأسئلة إلى رئيس مجلس المحافظة ومن ثم يتم تحديد جلسة للاستجواب وكذلك جلسة للقناعة بأجوبة الرئيس المستجوب من عدمه وبالتالي فإن مجلس المحافظة وجه في نفس اليوم أسئلة أو طلب للاستجواب رئيس المجلس وافق على الاستجواب في حينها علي العنبكي مرسلنا من ديالة هذا ما يسمح له الوقت شكرا جزيلا لك